بودكاست حين تفتح جزيرة تونسية أحضانها للعالم باتجاه الشمال ذكرها هوميروس في الأودسا تميزت منذ عهد القرطجنيين والرومان بموقعها الجغرافي المتميز وامتدت شواطئها على رقعة شبيهة بزهرة اللوتس لتطفو فوق مياه البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا جزيرة غدت قبلة آمنة للأقليات القادمة تارة من الشمال وطورا من المشرق على أرض الجزيرة التونسية جربة يلتقي جمال الطبيعة بالتعايش بين الكنائس والجوامع والمعابد تعايش سلمي مذهل لم ينطفئ فتيله المضيء رغم تعاقب الحضارات وتقلب الأزمنة والأحداث تاريخ خط أوشامه الفينقيون والقرطجنيون والمسلمون والإيطاليون والعثمانيون والفرنسيون جربة الموسوعة في موسوعة جربة الثقافية لا ريب أنك ستقع في حب جربة منذ الوهلة الأولى هكذا ترجمت المؤرخة لفرجيني بريفوست انبهارها بالألق الثقافي لجزيرة جربة في كتابها أبسوليمون جربة هذا الكتاب الذي ضم بين صفحاته أجمل صور الجزيرة بعدزة المصور الفوتوغرافي إكسير ديريكس كتاب جسد عبق التاريخ وأصالة الجغرافيا وترجم جمال المخزون الثقافي لجربة في أجمل تجليته يأتي الكتاب في إطار برنامج تونس وجهتنا الممولي من طرف الاتحاد الأوروبي برنامج رائد جاء ليدعم التنوع الثقافية والسياحية في الجزيرة وليعرف بالتنوع الحرف في جربة ثارية بتميز إنتاجاتها في مجال الصناعات التقليدية وليكون أيضا برنامجا داعما للنهوض بالتراث التونسي تتصفح الموسوعة لتحدثك سطورها وصورها عن التعايش بين الأديان التوحدية الثلاث ولتعرف ببعض الطرائق المتبعة في الدين الإسلامي كالإباضية مع استعراض أنيق للمعالم الدينية المختلفة والمزارات المتميزة إذ يدعوك الكتاب إلى زيارة الأماكن والتمتع بروح العمارة لتتناغم بسلام داخلي تبثه إليك روح الماضي الهائمة بين الأروقة والكامنة في ضوء الشموع والتفاصيل الكثيرة والمثيرة يقدم لك كتاب أبسوليموت جربة فرصة للغوص في التراث الثقافي ويدعوك إلى زيارة معالم تحتضنها المدينة وتعانقها أغوار الجزيرة بعيدا عن شواطئها البيضاء تضم جزيرة جربة عددا من المعالم المهمة كمتحف جلالة المشيد على هضبة التاسيتا مستعرضا أنماط الحياة الاجتماعية التقليدية لسكان الجزيرة منذ القدم أو البرج الكبير المشيد منذ القرن الخامس عشر بأمر من السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز المتوكل أو مبنى الغذور الذي على بنائه في القرن التاسع عشر للميلاد بغية إرشاد السفن والقوارب إلى وجهاتها في عرض المتوسط إضافة إلى معالم تاريخية أخرى شاهدة على تميز جزيرة جربة وتفرودها ثقافيا وسياحيا كجامع الترك مثلا ومعبد الغريباء اليهودي الذي يحج إليه مئات من معتنقي ديانة اليهودية سنويا وكنيسة سان جوزيف وكنيسة نيكولا الشهيرة في المنطقة الجزيرة الساحرة على لائحة التراث العالمي بفضل جهود عديد المؤسسات والجهات والمنظمات وسعيها الدائم إلى تثمين المخزون الثقافي لجربة تم مؤخرا تسجيل الجزيرة ضمن التراث العالمي لليونسكو وقد ساهم الاتحاد الأوروبي في تونس في دعم برامج السياحة بصفة عامة والسياحة الثقافية على وجه الخصوص فمن خلال برنامج تونس وجهتنا الشامل لعدد من المشاريع المتميزة لدعم جودة العروض السياحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة بتونس والتعريف أيضا بالصناعات التقليدية وتثمين الموروث التونسي على المستوى الثقافي والسياحي حظيت جزيرة جربة بنصيب مهم من مخرجات هذا المجهود المشترك التونسي الأوروبي هذا علاوة على بعض برنامج لتثمين الإمكانات السياحية والمهارات الثقافية والزراعات المحلية إضافة إلى برنامج تونس الإبداعية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي ساهم في بعض آفاق جديدة للتنمية وبث روح متجددة من الإبداع الثقافي والتجديد السياحي في المنطقة جربة المستقبل الواعد فتحت جربة أبوابها للعالم في التاسع عشر من نوفمبر سنة الفين واثنين وعشرين لتحتضن القمة الفرانكوفونية حيث أطل العالم الفرانكوفوني من شرفة جربة على جمال المتوسط وتمتع تسعون وفدا دوليا بالتعرف على التميز الثقافي والسحر التاريخي للجزيرة لينبهر بعمارتها وشموخ صروحها بعيدا عن صخب العاصمة تونس ونسقها المتسارع من هنا يكتشف جزء جديد من العالم روعة جربة الوجهة المفخرة للبلاد التونسية أمام سياح العالم والمقصد الهادئ والمتلألئ في شمال إفريقيا وما زالت جربة تفتح ذراعيها لمبادرات جديدة وترحب ببرامج متنوعة بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساهمة في تنمية المنطقة والإصرار على إشعاع ثقافي واعد لجزيرة زاخرة بالتاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر